من جانبه أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإرساء ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر كانت أبرز المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأشاد العسومي بالجهود الرائدة التي قامت بها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي جاءت كمبادرة كريمة من جلالة الملك المعظم وهو ما يعكس اهتمام جلالته بآليات تعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي وقال العسومي إن مملكة البحرين لديها سجل حافل بالإنجازات في مجال حقوق الإنسان كما أنها أقرت حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات التي ضامنت الحريات العامة منوها بإطلاق برنامج السجون المفتوحة الذي جاء كإحدى المبادرات المتميزة التي وضعت البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان اشتركوا في القناة